اطلقت وزارة الداخلية التركية اليوم الثلاثاء عملية جديدة ضد عناصر تنظيم بيكاكا الارهابي في ولاية هاكاري جنوب شرخي البلاد واضحت الوزارة في بيان لها ان هدف العملية تمثل في تحييد الارهابيين الموجودين في تلك المنطقة واشار البيان الى مشاركة اثنين واربعين فريقا يضم ستمائة واربعة وخمسين عنصرا في العملية من قوات الدرك والشرطة والحراس الامنيين اكد البيان تواصل عمليات ارن الحصار اثنين الهادفة الى القضاء التام على الارهابي في البلاد بنجاح من خلال دعم الشعب